لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات يوم الايام استسقى سيدنا موسى ربه تبارك وتعالى فاستسقى دعا ودعا 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 الله عز وجل ولكنهم لم يرزقوا بالغيث فناجى موسى ربه تبارك وتعالى فقال يا ربي اني قد استسقيتك فلم تسقني فقال الله عز وجل يا موسى ان في قومك رجلا نماما وكيف اسقيكم وفيكم النميمة فقال موسى يا رب دلني عليه اخرجه من بين المصلين بخليه يقول عجنب واستسقيك بمن لا ينم فقال الله عز وجل لا احرم امرا واتيه واذا حكيتك منه بكونه النمام تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يا موسى لا احرم امرا ثم ااتيه فرجع موسى الى قومه فقال ان فينا رجلا نماما فقوموا فصافحوني فمن لسقت يده بيدي فذلك النمام ربنا بعطيه معجز سبحانه وتعالى فقام القوم يصافحون موسى يصافحون موسى يصافحون موسى اقترب دور ذلك الرجل النمام من مصافحة موسى فناجى الله بينه وبينه يا رب لان سترتني اليوم لا ارجع الى النميمة ابدا فمر قوم موسى كلهم فصافحوا فقال موسى يا رب صافحت قومي وما خرج مننا النمام فقال الله عز وجل يا موسى سترتوه على معصيتي افأفضحه على توبته استسقي يا موسى فاستسقى النبي موسى عليه السلام ربه تبارك وتعالى فامطروا شو سبب منع المطار نمام واحد واحد نمام كفيل ان يحجب رحمة الله عز وجل عن مجتمع باسره فما بالك اذا كان فينا النمام وكان فينا الغشاش وكان فينا الافاك وكان فينا المزور وكان فينا صاحب البهتان الذي يريد ان يتهم الاخرين في اعراضهم وسمعتهم من اجل هو يرفع سمعته وعرضه شو هذا كيف ربك ديوه تسقيك ولذلك نحن نستسقي الله اليوم لا باعمالنا بل نستسقي الله بالاطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع فلعل رحمات الله ان تتنزل عليك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر